يا مساء الخير على أحلى رفقات بالدنيا كلها كيفكم صبايا شو أخبركم شاء الله تكونوا بخير أهلا وسهلا فيكم كل متابعين الجديد يرا نضموا لقناتي الجديد يا ريت تحطوني هلأ لايك مشان أعرف انه انتو عم تتفرجوا على الفيديو تبعي وكمان تعالقوا حطولي قدوب حطولي نجوم فراشات أصفير يلي بدكن ياه صبايا هوني حبيت أرجيكم بعدما غسلت هاي اللقماشي هاي المدة اللقماشي يلي تبع السلة الجديدة اللقيت لكم عليها مبارح فغسلتها شوفوا شلون حطيتها هيك بتنحطوا من ورا بتطربت كتير كتير حلوة مع هاي اللقماشي عن جد كتير أنا حبيتها انتو عطوني رأيكم فيها حلوة ولا لا وشوفوا قدية واسعة من جوة صورت لكم يا هيك من جوة السلة كتير كبيرة وكتير حبيتها عن جد بتجني شو اسمو هلأ هون كمان أجوني الغراد بهذا اليوم أجوني الغراد اللقيت لكم عليهم كما صورت لكم ياهم هذا أول غراد هي سلة إزبالة سلة إزبالة بدي حطها تحت هون جنب الغسالة بالمطبخ يعني فبحط واحدة يعني على المجلة هيلي أرجتكم يا بهذاك الفيديو وحدة على المجلة صغيرة بس تتعبى بشيل الكيس وبحط بحطة بهاي السلة الكبيرة شايفين كتير حلوة هيك هي من بين معكم خشب من برا بس هي مو خشب على فكرة يعني كتير 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 حبيتها كتير راقية أعطوني رأيكم فيها وشو كمان؟ وكمان يوم يجوني الغراد هن هدون السلات مو سلات هدوني منظمات لجبتهم لتحت المجلة مشان حط فيهم منظفات وهالقصص لأنه عطول 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 أد ما أد ما ضبيت وأد ما ضبيت وبدو المنقود هدوني كتير عجبوني هدون منظمات بنحطوا فوق بعض فيك تحطيهم بالبرات تحطي فيهم بيض خضرة فواكي أو فيك تحطيهم تحت المجلة وفيك كتير عدة استعمالات أنا كتير حبيتهم للصراحة جودة تبعا كتير ممتازة شوفوشتهم بنحطوا فوق بعضهم كتير ممتازات بس لحتى نظم تحت المجلة بدي بدي صور لكم وأرجيكم على الفيديو يعني كتير عجبوني انتو كمان عطوني رأيكم فيهم في منهم ملونين بس حبيت جيب أبيض هيك لقيتوا إنه أرقة وهون صورت لكم كانت الساعة تنتين كتل ما شايفين الساعة تنتين اليوم وليكم عم بصور لكم البرنامج اليوم هو بدي أعمل بيزا ما قلت لكم إنه أنا بعمل كل أسبوع بعمل برنامج هذا تاني هذا تاني أسبوع بكتب هيك لأنه كتير عجبني إنه ينظم الطبخات اللي بدي أطبخها بالأسبوع فشو عملت يوم الأحد زوجي كان قاعد بالبيض جبت ورقة وقلت لهم يلا هذا بس عم أرجيكم هون شوفوا الغراض شوفوا الغراض فوق وتحيد دون كل ما يعطون الغراض طبعات للمطبخ بدي أفردهم ولهلا ما فردتهم واللهي بتجي لعندي إختي بتقلي يا الله منك لك إين تبدك تفردهم والله العظيم أنا هي ما كون بذلك ما بحسن أصبر إنه عقد ما الغراض حلوين إنه إمت بدك تفردهم وتحطيهم بالمطبخ فا عم بستنى بس كمان لزوجي ياخد قرار إنه ويمنا نقعد هون هناك وكمان عم ندور على بيوت والبيت اللي عم يعجبنا عم يكون كتير غالي والبيت اللي يلي سعره مناسب وعم يعجبنا منطقته التركي ما عم يرضي أجر سوريين وهيك عم يسير معنا فإن شاء الله يا رب إذا خير الله يسره إذا شر يعني ما كتير رح إزعل إذا ما ما طلعت من هذا البيت لأنه أنا دائما بصلي وبدعي إنه إذا خير طلعتي من هذا البيت الله يسر لي إذا شر الله هيك يعسر ليه فأبدا ما بزعل مثل ما شايفين هوني مثل ما عم قلت لكم عملت برنامج هوني عم أرجيكم العجينة بدي أعمل بيزا بيزا لأنه هيك قرر ابني هذا ابني محمد الكبير هو اللي قللي إنه بده بيزا فقلت لساوي له شو صار ما قلت لكم إنه أنا بعمل برنامج يعني بعمل هيك بجيب ورقة وبكتب إنه شو بدي أعمل أكل بالأسبوع هذا هذا الأسبوع فأي يوم الأحد كان زوجي معطل فأجبت ورقة وقلت معهم كانوا قاعدين أولادي وزوجي فقلت لهم يلا كل واحد يطرح علينا شيء أكل ها نبدأ من يوم الثاني فأبني الكبير قال لي ماما أنا بدي بيزا قام قلت له تمام هاي هاي اليوم بيزا هاي أول يوم بيزا قلت له لزوجي شو بدك تاكل شجع على بالك هيك شيء أكل ساوي لك يا قام قل لي هي فخدة ورز هي جاج ومرأة وجنب منها رز وشعيرية كمان أكل طيب قام قلت له تمام كتبت فأنا ما قلت لكم إنه مرة يوم بعمل أكل ما فيها لحمة وجاج ويوم بعمل أكل جاج الثاني يوم بزيت فأنا اخترت الثاني يوم إنه أكل أعمل لوبية كتير طيب هاي الأكل لوبية مع شو اسمه هاي توم وشو اسمه هاي كزبرة فهي أنا هي قررت ساوية فهي كتبتون رد ابني اللي صغير تايم قال لي ماما أنا بدي أكل هاي رز ببازاليا كتبتا فهيك هنن يعني احنا الكل بالعطلة عادينا عم نكتب شو بدنا نساوي أكل عرفته فكتير عجبتني هاي الطريقة وانا كتير مرتاحة عليها وانتوا جربوا نجر بنسحكم تجربوه فهي عام ساوي بيزا هلا أنا شوفو هلا أنا قبل بيوم عرفاني أنه أنا اليوم بدي ساوي بيوم أبل ما عملت قطعت الفطر برشت الجبنات ساويت الصوس طبع البيزا ساويت الصوس كلها طبع البيزا ها هي وابل ما نعم يعني وكله كان جاهز بس شربت قهوة ساويت على عجينة غريحتي وهي العجينة شايفين هاي تعملي تعملي أربع صواني أنه انا لا احب بسميكة احب بريئة فقط اربع كعسات طحين بيضة واحدة ملح وسكر وهي خميرة وزيت زيتون وعجنتم بيدي وعجنتم بيدي وقت شربت قهوة خلصت قهوة ساويت لعجينة دغري وحطيتها بغرفة الولاد وهي تختمل اكتر وحطيت لها شقفة وحطيتها بغرفة الولاد فوق على الغزانة هي اتفى غرفة وهون كما شايفين الساعة انتين كمان احزروا شو اجت لعندي اختي اتصلت فيني قاتلي انه انا بدي اجي لعندك اشرب قهوة فقلت لها ايه تفضلي تعالي يعني كتير اجت شغلة كتير حلوة انه حدا جايل عندك وانتي مالك بالتوتر ومالك بالضايقة عارفان شو بدك تطبخي عارفان شو بدك تعملي وكل شي مجهستي وهي اجت اختي لعندي اعندنا انويةها ساعتين اثلاثة وقتراحت الاكل جاهز كل شي الاكل جاهز ومثل ما شايفين ساعتينتين كانت هلا رايحة من عندي واعادت بقى اضبط الطبخة فهي اللي ساويتم مثل ما لكم شايفين بدي اعمل اربع ثواني عجنت العجينة وخطيتها بكل سينية وبعدين جبت السوس حطيت هيكي مديت السوس البيتزا وحطيتها الجبنة وحطيتها مرتديلة هي مرتديلة كتير طيبة مدخنة من بيم ومن مية وواحد كمان يبقسمها هيكي تطلع كتير طيبة مرة حطيت هي المرتديلة اخر اخر شي من فوقها هيكي طلعت يبست يعني من الفرن يبست اي فشو صرت حطها حطت الجبنة بعدين حطت المرتديلة وفوق منها الفطر فبتضل هيكي طارية وما بتباس اي وبعدين هذا حطيت دراء الفطر ودراء صفراء متلجة يعني واخر اخر شي بحط شوية رشة جبنة على وشها شوي صغيرة يعني وحطيتهم بالفرن وبس يعني متل ما شايفين اه هوني طلعت البيتزا اقطعتهم اقطعت الاربع صواني وهيكي البيتزا متل ما شايفين البيتزا صارت جاهزة وهي الجليات بقي شوية جلي طبعا انا عمي ستول البيتزا بالفرن جليت الجليات اللي طلعوه وهيكي شايفين وهوني قد الساعة متل ما شايفين الساعة هون ثلاثة ونص كنت الاكل جاهز وامنا اكلنا انا مولادي وعساها اربعة يعني خالصة كل شي وقعدت وهي اذا بدي علم اولادي شي حرف شي رقم شي كلمة شي شغل بدي علمهم بدي قعد انوياهم نلعب معهم او ارتاح اتسطح نام قيلولي هيك انا خالصة يعني عرفته زوجي بس يجي مساء من الشغل بيكون اكل ما بياكل اذا ما كان اكل من البراد بسخم بالمكرويف وخاصة القصة يعني كثير شي سهل وكثير هذا النظام كثير موريح فهوني مثل ما شايفين بعد ما رجع سوجي من الشغل رحنا رحنا على محل ببيع وافل كثير طيبة عنده صبايا بقيسري المحل هو بالباصلان كثير اللي بده ببعته الرابط كثير عنده يعني عنده عصائر عنده دوناتس عنده كثير شغلات بس انا حبيت اطلب وافل وهيك وصلنا ل فقرة اسماء المتابعين معي اول اسم اهلا وسهلا فيك معي ثاني اسم زكية اهلا وسهلا فيك حبيبتي معي ثالث اسم رموش اهلا وسهلا فيك نورتي قناتي معي رابع اسم وردة من دهب اهلا وسهلا فيك معي سادس اسم مال الشام اهلا وسهلا فيك معي سابع اسم مرام ليث اهلا وسهلا فيك معي ثامن اسم لولو اهلا وسهلا فيك حبيبتي معي تاسع اسم اميرة اهلا وسهلا فيك ومعي عشر اسم عبد الرحمن اهلا وسهلا بكم كلكم ان شاء الله لا نسيت ولا اسم بس ادوني اول عشر الاسماء اللي بعلقوا لي على الفيديو وياريت يكون هكي في اسماء كثير يعني هكي معرفة يعني الى رموز و هكي معرفة تقولون هكي اسماء تكتب اسماء وتتعلق تكتب انا كذا انا كذا مشان اعرف اقول اسماءكم و متل ما شايفين هوني انا طلبت هوني بهذا المحل طلبت هاي الوافل بالبوزة خاطيلي بوزة على حليب و بوزة على شو اسمه هذا فشتق حلبي و على شوكولات كتير طيبة بس كبيرة كتير كتير يعني انا و ابني اكلناها و عن جد تقيلة يعني يعني ممكن انا و زوجي اكلها وهيك انبسط يعني ممكن لو نصها كتير زغريفة بس جد كبيرة وتقيلة يعني ما فيكي تعاكلها لحالي و زوجي طلب هاي اه شو اسمه فواكي فيها فواكي فريز موج و كيوي اه كمان طيبة وهيك تازة و صخنة بتكون العجينة صخنة مع اخلاها والبوزة هيك باردي على جد طيبة جربوها اه بس هيك هذا هو الفيديو تبعي اليوم بتمنى اه اه تكونوا حبيتوه و عجبكم اذا حبيتوه ما تنس تعملو لي لك تشتركوا بالقناة و فعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل فيديو بنزله و اه و بعتوا اه قناتي شروري اياها بين رفقاتكم اخواتكم اذا حبيتوني اه اه و بس هيك بحبكم كتير سلام اشتركوا في القناة